توقفت ندوة الريادة التي جبت مدن الضار البيضاء وفاسوام الراكش وأجاذير هذه المرة في الرباط بدعوة من النواد الستة بالرباط وسلة ندوة تنظمها منطقة روتاري 9010 وتشكل فرصة ذهبية لتعزيز التنمية الذاتية لأعضاء نواد روتاري وتحسين معارفهم ومهاراتهم القيادية تنظم اليوم جهة الرباط سلة روتاري المغرب بقيادة خالد قباج لقاء تواصلي حول الحكامة لفائدة الأعضاء الذين نأسوا من جميع أنحاء المغرب من تنجا إلى القويرة والهدف من هذا اللقاء هو إرساء التواصل المستمر بين أعضاء روتاري المغرب وتنمية القدرات القيادية للأعضاء المشاركون أبرز أهمية الريادة كعامل موحد لتجوز التحديات مشيرين إلى أن الذكاء العاطفي يعد أحد الصفات الجوهرية للقائد الناجحة هذا وشيدت الندوة الإعلان عن إنشاء تمثيليات جديدة تحت مسميات الدخل أطلنطيك العيون امتياز وأسرد الجرقرات ندوة الريادة ترسم ملامح مستقبل واعد لنواد روتاري بالمغرب حيث يجتمع الأعضاء على تحقيق أهداف مشتركة هي تعزيز القيادة، تطوير المهارات وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات ترجمة نانسي قنقر